بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم وآله والعسلام ورحمة الله وبركاته وحوارنا هذه الليلة مع الأستاذ الشيخ محمد بن الأزرق الأنجري من المغرب من مجينة طنجة وهو أستاذ درس في دار العلوم الحسنية وإمام جمعة في طنجة لمدة عشر سنوات ولكنه أوقف مؤخرا حديثنا اليوم حول كتابه المثير جدا وهو زواج المتعة قراءة جديدة في الفكر السني كتاب مهم جدا وهذا موضوع هو مثير بين المسلمين عموما وربما يكون بحثه هذا مادة لتوحيد المسلمين في هذه المسألة وقبل أن نبدأ الحديث أنا أقرأ آيات القرآنية الآيات التي تدور حول موضوع الزواج المؤقت أو ما يسمى بالمتعة بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضي فيه من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيم ومن لم يستطع آية أخرى لها علاقة بالموضوع أيضا نقرأها تتعلق فيه الزواج من الإماء وليس ملك اليمين ملك اليمين شيء والزواج من الإماء من إماء الغير يعني أيضا هذا موضوع آخر مطروح في القرآن الكريم ومن لم يستطع منكم طولا ما عنده فلوس يعني أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن يعني هن إماء الغير ليست أمة الرجل وآتهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصنه فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم هذا أيضا مباح ولكنه مكروه بينما زواج المتعة حسب الآية القرآنية التي سنبحثها الآن مباح وليس مكروها هناك درجات في الأحكام الشرعية بين الوجوب والحرم وأيضا الإباحة والكراحة فهناك مراتب عديدة حتى في زواج ومع الأسف انقطع الاتصال بالدكتور المغربي الأستاذ المغربي محمد بن الأزرق الأنجري وسوف أحدثكم حتى إيثما يعود الأستاذ محمد الأنجري أحدثكم عن موضوع قصتي مع زواج المتعة في الحقيقة كما تعرفون أن السنة يحرمون زواج المتعة أو زواج المؤقت وأيضا الشيعة الاثنى عشرية بالخصوص مو فقط يبيحون الزواج المؤقت نعم يتقطع من عندك يا أخي العزيز لا أعرف لماذا يعني حاول أن تضبط الانترنت الشيعة يبيحون ويقولون باستحباب الزواج المؤقت المتعة يعني ويؤكد بعض العلماء كثيرا حسب أحاديث واردة عن أئمة أهل البيت أنه يعني المتعة جدا المتعة والغة في الاستحباب لذلك لذلك في الحقيقة يعني عادة طلبة العلوم الدينية أو المتجمينين يعني قد يفكرون في المتعة كثيرا في ممارسة زواج المتعة باب الاستحباب أنه هذا الشيء مستحاب والمتطرفون من الشيعة جدا يقولون يعني إنادا على تحريم عمر هم يمارسون هذه المتعة ففي الحقيقة أنا كنت في سنة 86 في عز الشباب طبعا في سفرة وبعيد عن أهلي وأرض علي زواج المتعة أنا أمي بالاستخارة القرآنية كثيرا فخرجت لي هذه الآية إنما حرم عليكم الميتة والدمة واللحمة الخنزير وما أهل به لغير الله فمن يضطر غير باغي ولا عادي فلا أثم عليه إن الله غفور ورحيم البقرة 103 فقلت الحمد لله أنا لست مضطرا و يعني امتنعت عن هذه والحمد لله رب العالمين بعد فترة قرأت كتابا مهما كتبته دكتورة إيرانية اسمها شهلة الحائري كتاب شهلة الحائري المتعة الزواج المؤقت عند الشيعة وهي دراسة أكاديمية لأطروحة الدكتوراه عندها هي كانت في أمريكا و درست حالة إيران 1978 1982 خلال هالأربع خمس سنوات من أيام التثورة طبعا درست موضوع الزواج المتعة بهذا الكتاب القيم جدا حقيقة هذا الكتاب المتعة عند الشيعة الزواج المؤقت عند الشيعة عندما قرأت هذا الكتاب تقزست كثيرا من المتعة كنت أنا يعني قرأتها في بداية قرأت هذا الكتاب في بداية التسعينات وكنت قد يعني قمت بنقد الفكر السياسي الشيعي في كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه ونقدت موضوع وجود الإمام الثاني عشر ونظرية الإمامة وبالتالي حجية أقوال الأئمة من البيت أنا لم أعد أعتبرها حجة شرعية فقرأت هذا الكتاب فزدته ابتعادا عن المتعة وامتعاضا لها وامتعاضا منها في الحقيقة لأنه في هذا الكتاب تستعرض هذه الدكتورة شهلة الحائرية بالتأحد علماء الشيعة الكبار أيضا أنه حالات يعني مقززة جدا يعني طبعا هي تذكر أدت حالات وأدت أنماط من ممارسة المتعة في إيران وبعد ذلك بسنة ثلاثة الجمعية الاجتماعية الإسلامية في أوروبا أستاذ أستاذنا شيخ محمد أتظر دقائق إن شاء الله نعود إليك طلبت مني كتابة بحث والله لا أدري المشكلة أي أنت تسمعون تسمعون دكتور الصوت تسمعون الصوت يتقطع طيب حاول يعني تنظم الانترنت أو تكون قريب من الانترنت من الروتر يعني حتى يكون الإرسال قوي عندك ومع الأسف الشديد أيضا ذهب مرة ثانية فطلبت الجمعية الاجتماعية الإسلامية الأوروبية طلبت مني إعداد بحث عن المتعة فأنا كنت يعني بالمرة أرفض هذا الموضوع وحاول أبتعد عنه ولكن قمت بدراسة موضوع الزواج المؤكد أو ما يسمى بالمتعة دراسة على المعليث السنية والفقه السنية نعم فكتبت يعني بحثا أو مقالة يعني بحثا في هذا الموضوع ووصلت على ضوء الفقه والروايات السنية إلى أن المسألة يعني ليست محرمة تماما النبي حرم المتعة عدة مرات وبالتالي لم يكن هناك تحريم مؤبد لها إنما حسب الظروف في الظروف الحرب أو السفر كان يبيح ذلك وفي أوقات أخرى يعود إلى الحالة الطبيعية وأن المسلمين يعني في عهد النبي وفي عهد أبي بكر وأمر أيضا إلى أواخر أمر كانوا يمارسون المتعة في قصة أمر بن حريث لمارس المتعة ولم يكن له شهود فنهي أمر كان في الحقيقة عن التساهل في مسألة المتعة بدون شهود كافية يعني في الموضوع ولذلك يعني قلت أنه لا يوجد لا إجماع ولا تواتر في الحديث النهي وأيضا هناك مسألة أصولية أن الحديث النبوي لا ينسخ القرآن إذا ثبت إذا ثبتت المتعة في القرآن الكريم أن هذه العيات التي قرأتها في البداية تدل على الزواج المؤقت فلا يمكن أن النبي يجي ينسخ القرآن وهذه مسألة أصولية أنه هل السنة تنسخ القرآن أو لا فقلت لا طبعا وكل العلماء أو معظم العلماء حتى العلماء السنة يقولون السنة لا تنسخ القرآن فإذا كانت السنة ثبتت الآية في موضوع المتعة طبعا هذا موضوع رأيته ثابتا في فتاوى الصحابة والتابعين وحتى المفسرين وبحث كان في هذا الموضوع وجئت بكل ما يوجد من أحاديث طبعا بحثي كله كان ما يجاوز 20-30 صفحة في هذا الكتاب الذي كتبته ونشرته في 2006 السنة والشيعة وحدة الدين خلاف السياسة والتاريخ وأردت من خلاله جمع الأمور التي يمكن أن تجمع بين السنة والشيعة والمواضيع التي تفرقهم هي موضوع أهم بالفقه المتعة وقل أنه ممكن حتى بناء على أراء السنة أن يمكن أيضا يكون لنا رأي بجواز المتعة واستعرضت حتى أقوال بعض العلماء المتقدمين السنة والمتأخرين مثل الشيخ القرضاوي الذي يقول يعني التحريم التحريم المتعايدة ثبت التحريم ليس كتحريم الأخت والأم والبنت وإنما هو من باب تحريم المتة كما قرأت لكم الآية القرآنية التي قرأتها كذا صدفة يعني أنه إلا ما اضطررتم في حالة الإضطرار هذا الحكم جائز أما في غير الإضطرار فهو لا ليست مثل المتة ولحم الخنزير الشيخ الأنجريم على الأسف الشديد ابتعد عنه وانقطع الاتصال به ولا أدري أحاول أن أتصل به مرة ثانية حتى أرى ماذا حدث له في هذا الموضوع وهو طبعا قد أوقف عن صلاة الجماعة أو إمامة الجماعة في طنجة لأنه بسبب هذا الحديث بسبب هذا الكتاب المثير زواج المتعة قراءة جديدة في الفكر السني وعند كتاب آخر أيضا مهم جدا أيضا هو عن أبي هريرة أبو هريرة ويت الخرافات وجسر الإسرائيليات وأيضا هو الشيخ هذا يقوم بنقد أحاديث بعض أحاديث الصحيحين يقول في نقد صحيحين وبعض أحاديثهما عند مقالات في هذا الموضوع والموضوع كان وكتابه هذا بحثي كل ما يجاوز 20-30 صفحة ولكن كتابه حوالي 500-600 صفحة كاتب يعني باحث الموضوع بحثا دقيقا شاملا عميقا جايب كل الروايات وكل أراء الفقهية وكل هذا ولماذا بحث هذا الموضوع يقول أن الزواج العادي طبعا كما تعرفون الزواج العادي أيضا في درجات في زواج عن حب وعن تكافؤ وعن يعني معرفة وفي زواج أحيانا يتم زواج الدائم يتم أيضا لمصلحة بسبب الجمال بسبب المال بسبب المنصف بسبب الكذا يعني في زواجات ليست هي مثالية في زواج مثالي إذا كانوا متكافئين وعن حب ومعرفة وأحيانا يكون زواج يعني اسمه زواج دائم ولكنه في مشاكل في نوع يعني في زيجات مختلفة بحقيقة وفي أيضا الآن الظروف الاقتصادية لكثير من الشباب العربي في العالم العربي كل وحتى في أوروبا أنه مش قادرين على الزواج الدائم لظروف متعددة وحالات متعددة فماذا يفعلهم في هذه الحالة هل نقول لهم لا ممنوع عليكم الزواج مطلقا لأنكم لستوا قادرين على الزواج الدائم ولا على المقطع فالشيخ الأنجري يقول لا ممكن نحن نفتح باب وكل الإشكالات الواردة على زواج المتعة أو زواج المعقد أنه مثلا يعني هو يقول زواج المتعة مكتمل الأركان في رضع الولي وفي شهود وفي مثلا المهار بس يختلف عن الزواج الدائم بتحديد المدة وهذه ممكن نحن نسجلها في المحاكم الشرعية محاكم القانونية في الدول وبالتالي يحافظ على حقوق المرأة وحقوق الرجل أيضا إذا نتيجة زواج هذا صار عدهم أولاد أو صار عدهم شيء مثلا يعني أي شيء متعلق بالزواج أو متعلق بالأولاد فهم القوانين والكتابة تحفظ ذلك عاد إلينا الشيخ الأنجري مرة ثانية فإذا ما أدري أمكنه التحدث معنا و فضيلة الشيخ الأنجري تسمعنا الآن تسمعنا الآن يا شيخ محمد شيخ محمد تسمعنا الآن يا شيخ محمد أحاول أحاول أقرأ بعض الأسئلة نعم بعض الأخوة متداخلين يبادرون القول طبعا بسرعة يعني هناك واحد مختص مثل الشيخ محمد الأنجري دارس عشر سنوات في دار العلوم الحسنية ومحصل على شهادة عليا عفوا عشر سنوات هو خطيب جمعة هو إمام جمعة في طنجة وبحث يعني يمكن واحد يطلع عليه يشوف وجهة نظر وشوال الإشكالات الموجودة على هذا الزواج يمكن واحد يتعرف عليها فبعض الأخوة يقولون زواج المتعة أبيح لفترة مؤقتة ثم تم تحريمه خلص هذه النظرة سائدة بالحقيقة ونظرة الموروثة محمد الجبوري يقول أنه سيدنا عمر بالخطاب رضي الله عنه لم يحرم زواج المتعة إنما الذي حرمه الله ورسوله طبعا هذا كلام سويا صعب لا يقوله حتى كثير من العلماء الشيخ محمد أنت معانا الآن هل تسمعون يا شيخ محمد هل تسمعوني أم لا أستاذ أحمد تسمعون تسمعون السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله أسمعك أستاذ أحمد وأنتم وأنتم نسمعك الآن نسمعك جدا والله أنا غيرت 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 مكان جدريا لس أدري هذه المشكلة كان من عندي أم من عندكم وظاهرة ضعف الانترنت يمكن هذا نعم ضعف الانترنت طيب هذا كتابك الآن تسمعون كتابة في الفكر السني وليس بالفكر الشيعي يعني أنت تأتي نعم شوية بعد جيب على صفحة على الجانب على الجانب بعد بعد لو سمحت على اليسار على اليسار روح اليسار نعم زواج المتعة قراءة جديدة في الفكر السني عن دار رؤى يمكن في مصر الكتاب صادر عن دار رؤية دار رؤية طيب ممكن تحدثنا عن الدوافع لهذا الكتاب لو سمحت ماذا دفعك إلى هذا البحث وإلى تعليف هذا الكتاب وهل عرضته بعدين نسألك هذا السؤال هل عرضته على العلماء وما موقف العلماء منه لحظة لحظة الصوت ما أسمعه جيد نعم نعم يا أستاذ أحمد السؤال ما كان دافعك لهذا البحث أسمعني أسمعه ولكن أرفع الصوت قليلا صوتك ضعيف صعب والله مشكلة مشكلة المشكلة الصوت يتقطع وهذه مشكلة ليسر سأحاول أن أضبط الصوت طيب تفضل الآن نتكلم تفضل هذا أحد الأخوة بحث موضوع أصولي متطرف جدا يعني لا يقول نعم تفضل عندي مشكل في الصوت مشكل تقني هذا البرنامج جديد علي ما كنت متعود عليه الآن نسمعك نحن إذا كان بالإمكان أولا أنا أشكركم على الاستضافة في برنامجكم القيم هذا أستاذ وقد استفدنا منكم وتعلمنا منكم الكثير وبخصوص هذا الموضوع أنا كنت منشغلا مع هذا الجانب التقني فلم أسمع سؤالكم فلو تتفضل بإعادته سؤالي هو ما الذي دفعك إلى هذا البحث أولا الذي دفعني إلى هذا البحث وقد ذكرته في مقدمة الكتاب وهو هذا السؤال الكبير والعريض لماذا تنتشر الضعارة وينتشر الزنا في المسلمين ألا يوجد في الشريعة الإسلامية حكم فقهي يمكن أن يساعد في علاج هذه الظواهر الاجتماعية والأخلاقية هذا السؤال هو الذي دفعني إلى البحث والتحقيق في موضوع زواج المتعة وذلك لأنني في خضم البحث عن الجواب على هذه الأسئلة العريضة والممتدة كنت وقفت على أثر لابن عباس رضي الله عنه وهو أثر صحيح من جهة إسناده إلى حبر الأمة يقول به قال رضي الله عنه لولا نهي عمر عن المتعة قال أعيد الحال أتى قال ما كانت المتعة إلا أحمد رحم الله بها أمة محمد ولولا نهي عمر عن المتعة ما زناء إلا شقي فوجدت أن هذا الأثر يقرر حقيقتين أو مسألتين الأولى وهي أن المتعة أو الزواج المؤقت أو الزواج إلى أجل قاله الله وتعالى نقصع الصوت يعني نأسف لهذا المشكل التقني والأخ محمد الجبوري يقول السنة النبوية ممكن أن تنسخ القرآن لأن القرآن الكريم والسنة النبوية وحي من الله هذا أبحث وصولي أحتاج لبحث كامل أنه أعتقد هذا رأيه متطرف جدا و أنا عندما تحدثت عن هذا الموضوع بالذات ربما عدة حلقات و نفى كثير من ألماء أهل السنة أن يكون هذا صحيحا وقال لا يمكن النبي هو مبلغ عن القرآن ولا يمكن القرآن القرآن طبعا ثابت النص يعني ربما يناقش في دلالة بعض الآيات مثل آية المتعة أنها تعني المتعة أو لا تعني المتعة ولكن واحد يقول أن النبي هو ينسخ القرآن هذا كلام صعب جدا وكان يقول به بعض مشايخ أهل الحديث في القرن الثاني الهجري يقولون القرآن السنة تهيمن على القرآن حتى أحمد بن حنبل بالحقيقة لم يكن يجرؤ على هذا الكلام يقول يعني كلام صعب هذا ولكن كان بعض مشايخ أهل الحديث يقولون بذلك وبالتالي يقولون نسخ ولكن النسخ مثابت النسخ كلام فيه نرجع أن الأستاذ أيضا يتفضل كمل حديثك السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله أعتذر عن هذه الانقطاعات مفاجئة وأحد الأصدقاء لم يجد وقتا ليتصل هاتفيا إلا الآن للأسف فقلت ابن عباس وهو حبر الأمة وجدته يقول في هذا الآثار الذي هو وارد عنه في مصادر سنية كثيرة كما ذكرتها في كتابي نعم منها مصنف ابن عبد الرزاق قال ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد ولولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي نعم فبالملاحظة الظاهرة تجد أن ابن عباس يقرر مسألتين على الأقل هما إن المتعة أو الزواج المؤقت رحمة من الله ورخصة من الله وأن منع المتعة ونهي عمر عن المتعة كان سبباً في انتشار الزنا في مسلمين تداء من القرن الأول فربما فربما سيدنا عمر كانت نيته طيبة وكان هدفه نبيلاً لكن قراره كان خطأاً أدى إلى تعسير الوضع وتشديده وسد باباً من أبواب الرحمة الإلهية بالمسلمين فبدأ الزنا ينتشر في المسلمين ابتداء من القرن الأول فعندما وجدت هذا الآتاء ودرست أسانيده ووجدته صحيحاً وثابتاً ووارداً عن ابن عباس من طرق متعددة تبادر إلى دهني هذا السؤال وهو هل يمكن أن يكون الزواج المؤقت علاجاً لضواهر الزنا والضعار في المسلمين علاجاً شرعياً هو علاج يخفف ويساعد على التيسير وإنقاس الفساد الأخلاقي في المجتمع المسلمة لكنه ليس بديلاً عن الزواج التقليدي أو الزواج الفقه أو الزواج الدائم من هنا انطلقت في البحث والتحقيق في موضوع زواج المتعة وقد امتد اشتغال عليه عشرة أعوام على الأقل عشرة أعوام من البحث والتدقيق انطلاق من مصادرنا السنية من مراجلنا السنية وبناء وبناء على قواعد السنية في الحديث والفقه وفي الأصول يعني أنت لم تصبح شيئياً لا انتهيت في النهاية لم تصبح شيئياً لا لا أنا موقفي أنا إذا كان التشيع هو حب آل البيت فأنا أحب آل البيت نعم وإذا كان التشيع هو البراءة من النواصب وأعداء آل محمد صلى الله عليه وسلم فأنا أتبرأ منه لا المقصود يعني لم تتأثر بالفقه الجعفري السؤال لم تتأثر بالفقه الجعفري نعم لا لم أتأثر نعم وللأمانة لم قبل أن أنتهي من بحتي هذا كان شرطاً من شروط البحث والتحقيق نعم وهو أن لا أقرأ لأي لأي شيعي ولا لأي إمامي في المتعة قبل أن أنتهي انطلاقاً من المصادير وقواعدنا نحن السنية وقواعدنا نحن السنية كانت قراءتي لبعض الكتب في الموضوع الشيعية كانت قراءتي بعد الانتهاء من هذا البحث حتى لا أتأثر بأي أحد وحتى لا يكون لأي يعني من خارج المذهب لا يكون تأثير عليه ومن يطار كتابي لن يجد فيه أي إحالة أو ذكر أو نقل من مصادر إخوتنا الشيعة الذين نحترمهم ونحبهم وهم إخوتنا وأشقاؤنا وهم مسلمون أحب من أحب وكره من كره وما يجمعنا أكثر مما يفرقنا والمسلمون ينبغي أن يتوافق فيما بينهم وأن يتنازل أن تتنازل كل طائفة وتراجع بعض مسلماتها وأن تتنازل كل الطائف مطالبة بالمراجعة والتنازل ليحدث التوافق والاتفاق والاعتلاف بين المسلمين نعم يعني هناك أحد الأخوة يقول وهذا الشيء معروف إجماع المداهب السنية عبر التاريخ على حرمة الزواج المؤقت فكيف تقول أنت مثلا سني أو مالكي يمكن ودارس فيه دار العلوم الحسنية وتذب إلى هذا الرأي يعني الرأي الجديد لم يعرفوا أحد من قبلك أقول هذه من أكبر الأكاديم التي يرددها غير المدقيقين وغير المحققين ابن عباس سني سعيد ابن جبير سني الحاكم ابن عتيبة سني يعني لن يكون هناك سنة وشيعة بالحقيقة في الجيل الأول لن يكون هناك سنة وشيعة لا هم أهل السنة أهل السنة نعم يعتبرون هؤلاء الرموز يعتبرونها يعتبرون هذه الشخصيات رموز طائفتهم نعم هم رموز الطائفة السنية وهم الفقهاء الأوائل للطائفة السنية نعم الإمام الشافعي الإمام الشافعي وهو يرى أن زواج المتعة حرام يرى الإمام الشافعي يرى أن زواج المتعة كان مباحا وأنه نسخ بالتحريم في السنة السابعة بمناسبة غزوة خيبة لكنه وهو الذي توفيها سنة أربع ومائتين للهجرة مائتين وأربع للهجرة نعم يعترف في كتاب الأم بأنه لا يستطيع أن يجرح شهادة الذي يفتي بالمتعة أو يعملها أو يبيحها ولا يعتبره فاسقا ولا يرد شهادته لأنه باعترافه هو قال في كتاب القوم بصريح العبارة أنه وجد كبار المفتين في عصره يفتون بزواج المتعة وبعضهم يفعلونه وهنا يتحدث عن الفقهاء السنة الإجماع صنع بعد القرن الثالث حتى الإمام مالك وقفت له على رواية الإمام مالك له قولان في المتعة أو ثلاثة أقوال رؤيت عنه ثلاثة أقوال رؤيت عنه التحريم ورؤيت عنه الكراهة ورؤيت عنه الإباحة ثلاثة أقوال ومن يزعم أن للإمام مالك قولا واحدا فإنه يفتر عليه كذلك الإمام أحمد نحنبل نقلت عنه ثلاثة روايات التحريم والكراهة والإباحة وأما الإجماع المزعوم فإنما ظهر بعد الأئمة الأربع دعي أن هناك إجمال ومن أواخر الأئمة والفقهاء السنة الذين وقفت عليهم وأنهم أجاجوا زواج المتعة ولكن بشرط الإضطرار والضرورة هو العلامة الكبير المفسر الفقه الطاهر بن عاشور في تفسيره في تفسيره الشهير التحرير والتنوير في تفسير صورة النساء للآيات التي تلوتموها سيد الفاضل في بداية مداخلتكم وهي قوله تعالى من صورة النساء فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة هذه الآية هنا قرر الطاهر بن عاشور وهو مالكي ينتمي إلى المذهب المالكي قرر أن زواج المتعة أن الكلام فيه مضطرب والروايات الموجودة التي يعتمدها أهلنا أهل السنة مضطربة ومعظمها ضعيف ولا يمكن أن تبني عليها حكما فقهيا ثم انتهى في النهاية إلى أن زواج المتعة حلال للمضطر وهنا أقول مسألة مهمة جدا أهل السنة عندما زعموا أن المتعة أو الزواج المؤقت أو الزواج المتعة حرام وأنه منسوه في الوقت نفسه أجاز المتعة بإسم آخر وأجاز زواجا هو أخطر وأقبح من زواج المتعة نعم بنية الطلاق الزواج بنية الطلاق الزواج بنية الطلاق باتفاق الأئمة الأربعة مشروع والزواج بنية الطلاق صورتان صورة هي المتعة بعينها وصورة هي الظلم والعار والشنار بعينه وقد أجازه والخديعة أنا آسف هنا نعم والخديعة أنا آسف هنا خديعة وخيانة وغدر الصورة الأولى هي أن يتفق الرجل والمرأة على الزواج لأجل شهر مثلا أو متى أقام في بلدتها على أن يطلقها عندما تنتهي تلك المدة المتفق عليها أليس هذا زواجا مؤقتا أليس هذا هو المتعة لعيه هل هذا مشروع في الفقه السني باتفاق المداهب الأربعة نعم ولا يزالون يعملون به خاصة المنتمون إلى الطائفة الوهابية يعملون به الإخوة من الوهابيون عندما يسافرون إلى أوروبا أو يسافرون إلى بعض الملدان الأخرى يمارسون هذا الزواج بنية الطلاق ولكن فيه أرام متعدد عندهم عند الوهابية أو السلفية عندهم أرام متعدد بعضهم يجيزه وبعضهم لا يجيزه بعضهم لا يجيزه هؤلاء الذين لا يجيزونه لا يفعلون ذلك بناء على المباني الفقهية وإنما على أساس أن هذا الأمر يعود على طائفتهم بالتشويه وبالصورة السوداء أما من الناحية الفقهية فهم يعترفون أنه من الأنكحة المشروعة عند الفقهاء نعم ابن باز وهو كبيرهم أجازة ولجنة دائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية أصدرت إحدى الفتاوى بإجازته وبإقراره وأنا لا يهمني ما يقوله الوهابية ولكن أنا وقفت على نصوص للإمام مالك بن أنس الذي هو إمام مدهب المالكي وأنا بالمناسبة أنتمي إلى المغرب الذي هو الذي يعتمد المدهب المالكي في الفقه ومن يعتمد المدهب المالكي الإمام مالك يجيزه الإمام الشافعي يجيزه الإمام أحمد نحنبل يجيزه الإمام الوحيد من الأئمة الأربعة الذي لم أجد له قولاً فيه هو أبو حنيفة أبو حنيفة لم أجد له قولاً لا بإباحته ولا بمنعه ولا بأي شيء ولكن أهلم ذهبه أن الأحناف يجيزونه فقهاء الحنفية يجيزون الزواج بنية الطلاق فإذا الزواج بنية الطلاق له صورتان الصورة الأولى يكون الأمر متفقا فيها بين الرجل والمر وهذا هو المتعة بعينها والصورة الثانية أن ينوي الرجل الزواج بمرأة إلى أجل محددين ثم لا يطلعها عليه يبقيه في ضميره ويكون قد خطط أنه سيتزوجها شهرا أو عاما أو أقل أو أكثر إلى أن ينتهي منها فيطلقها وهذا أجازه كما قلت صرح بجوازه مالك بن أنس والشافر وأحمد وجمهور الفقهاء السنة وهذا خيانه وظلم واعتداء وجور لا يليق بالمسلمين يقال أن الرحالة الرحالة المغربي المعروف ابن بطوطة كان يسافر في البلاد ويتزوج في كل بلد وهكذا كان القضاء والفقهاء والموطفون والتجار هكذا كانوا يفعلون أنا أزيدك أكثر من ذلك الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر كان هذا خاتمة الحفاظ عند أهل السنة كان يفعله نعم عندما كان يذهب في وظيفة قبل أن يناقشك في الموضوع وهناك نقاشات كثيرة في الحقيقة والأخوة أيضا تعليقات كثيرة في الموضوع هل عرضت كتابك على كبار العلماء في المغرب أو على الأزهر مثلا حتى يناقشوا الكتاب ويعطوك شهادة دكتورافي أو يقروا أو مثلا يقيمون الكتاب الكتاب معروض وممدود للجميع وهو متوفر متوفر في المغرب كم صفحة ومن مصر انتشر في هايوة كم صفحة الكتاب الكتاب عدد صفحاته عدد صفحاته بدون فهرس خمسمية واثناش نعم خمسمية واثناش في أحد الأخوان كتب طبعا أنا أقرأ ما يكتبون أنت قد تكون دعني دعني رجاء لو تسمح لي لو تسمح لي أستمر في الجواب على هذا السؤال المهم يا أستاذ أحمد كما تعرف أنت في طائفتك أنا أعرف في طائفتي أنا لا أنت أميلي طائفة لو أنني لا أنت أميلي طائفة يعني سابقا 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 أنا مثلك الآن أنا وإن كنت يعني في عمومي سنيا لكنني تمردت على الكثير من قواعد السنة ومن ومن أصولها تمردت عليها ولدي اجتهادات واختيارات وهذا منها لن يستطيع أي شيخ من شيوخ السنة ومن علماء السنة المعروفين لن يستطيع الجهر بموافقة وتأييد ولو اقتنع بما في الكتاب لن يستطيع صحيح صحيح لا يستطيع أحد وانا أشهد على ذلك لا يستطيع نعم اتصلت بأحد شيوخ الأزهر وانا أقول وسألته عن الكتاب وعطيته الكتاب يعني إلكترونيا وقرأ الكتاب وقال أنا موافق معه وكان مفروض يخرج معانا اليوم ثم اعتذر قال لا أستطيع أن أجاهر بهذا الرأي وأنا أعدره هذه شهادة أعتذ بها وأنا أتفهم وأعدر لن يستطيع أنا تم توقيفي من الخطابة بسبب هذا الكتاب بالدرجة الأولى نعم وقبل وقبل التوقيف ورد الاستفسار من الوزارة المسؤولة عن شأن الدين بالمغرب وقلت لهم بالحرف أنا أنا وضعت هذا البحث وهو مستند إلى آيات وإلى أحاديث وإلى قواعد السنة أنا هنا لو تسمح لي بقوس عندما كنت أبحث الموضوع وعندما ألفت الكتاب كنت سنيا بمئة بالمئة كنت سنيا في استدلالاتي وفي قائدي وفي مصادري وكثير من الآراء التي هي عند الآن من الاختيارات جاءت بعد الكتاب وليس قبل الكتاب نعم الكتاب هو الذي فتح هذا البحث هو الذي فتح عقلي على الاستقلال وعلى الاجتهاد لنفسي فإذا أنا أجمس الوزارة المسؤولة عن الشأن الديني كتابة عن استفسر وقلت لهم أنا مستعد أن أمثل بين يدي لجنة علمية تناقشني في الكتاب وتبين لي بطلانه وضعفه وفساده وإذا استطاعت وقلت لهم الوزارة لديها علماء ودكاتر وباحث لو استطاعوا أن يثبتوا لي بناء على الأدلة السنية والقوائد السنية أن النتيجة التي انتهيت إليها باطلة سأتوب وأعلن تراجعي وسأكتب كتابا في نقض هذا الكتاب نعم لكن تم توقيفي أنا بحمد الله لدي مصدر رزق آخر ولذلك كثير من العلماء والشيوخ لا يغامرون بمناصبهم وبوظائفهم وبمصالحهم وبعلاقاتهم وهذه آفة من الآفات التي تمنع المسلمين من مراجعة تراتهم ونقده وإزالة ما علق به من أخطاء ومما لا يليق أن يبقى عند المسلمين الكثير الكثير والله يا أستاذ أحمد الكثير من الدكاترة المختصين والأساتد الجامعيين المختصين في الدراسات الإسلامية وفي الشريعة يتواصلون معي على الخاص ويعلنون تأييدي ودعمي وموافقتي في هذا البحث ويقولون لي الرجاء أن لا تذكر هذا عننا نعم صحيح ولا يستطيعون الجارة كما يحدث معي أيضا وربما يقولون في المحف نعم كما يحدث معي عندما يؤيدني كثير من الماء والمشايخ في موضوع قد موجود المهدي المنتظر ولكنهم يقولون لا تخبر أحداً بذلك قصة طريفة هو أن أحد الشيوخ الفقاء الكبار في العالم الإسلامي هو مغربي ولكن له شهر وصيد في العالم الإسلامي ويخ كبير هذا دهب هذا أحد تلامدته يحكي للقصة دهب إليه تلامدته وقال له فلان وهو يعرفني فلان أخرج كتاباً يدافع فيه عن مشروعية زواج المتعام ألا تكتبوا رداً عليه فقال لهم إن استطعتم أن تردوا عليه أنتم فردوا عليه نعم وهذا بحمد الله وماذا ماذا يريد أن يقول يريد أن يقول باختصار بعدما اطلع على الكتاب وتعرف على قوته وتماسك أدلته وحججه عرف أن 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 العالم الصادق إذا أراد أن يرد على الكتاب وهو إنسان صادق سينتهي إلى من تهى إليه فلعالم الصادق بين خيارين إما أن يعلن موافقته لما انتهى إليه الكتاب أو أن ينافق ويكذب وهذا ما لا يفعله الصادقون ولذلك أنا أتتهم ويجتب وأعذرهم نعم هناك طريقة أخرى للرد هي سب والشتم والاتهام كما كتب أحدهم أن أنت شيعي تمارس التقية وتنشر أراء الشيعة في هذا الموضوع هذا اتهام يعني فارغ بالحقيقة وتخيف يعني عالم جليل مثل 500-600 صفحة يكتب كتاب ويتحدى تعالوا ردوا علي تعالوا ناقشوني تعالوا مثلا بينوا رأي الآخر واتطلعوا على هذه المواقف وعشر سنوات يصرف من عمره حتى يبحث هذا البحث ثم يأتي واحد يقول لك أنت مثلا تمارس التقية طيب أنت أيضا يعني الاتهامات سهلة جدا للأسف نعم مشكلة أنه حرية التفكير ما عند لحرية اجتهاد التقية يا أستاذ أحمد التقية شو معناها معناها أن الإنسان يخشى على نفسه نعم لو كنت أنا من هذه الطينة لما تجرأت على إخراج هذا الكتاب صحيح بالعاكس يعني في حد ذاته في حد ذاته هو جرأة ما بعدها جرأة صحيح وهنا أحب أن أقول شيئا وهو أن المغرب في بلاد المغرب في بلاد المغرب وأنا أعتز بهذا إذا كانت الوزارة الوصية على الشأن الديني يعني تفرد على الخطباء وعلى الفقهاء وعلى الشيوخ أن يلتزموا بتوافت المذهب السني أو الطائفة السنية دواليب الدولة في المغرب ليست مهتمة بهذا الأمر وليس لدينا ما يسمى بالإرهاب الفكري في المغرب ما عندنا إرهاب فكري في المغرب نعم اعتقد ما تشاء وفكر كما تشاء وما لم تمارس عدوانا على أحد وما لم تتطول على أحد لا مشكلة في الأفكار في المغرب يمكن أن تكون ملحيدا وأن تجهر بذلك وممكن أن تكون يعني أن تعتنق أن تخرج من الإسلام إلى الديانة المسيحية ولا حرج في ذلك المشكل سيقع لك فقط اجتماعيا مع أسرتك ومع أصدقائك ومعارفك أما سياسة الدولة عندنا في المغرب ما عندها مشكلة أنا إذا كانت وزارة الأوقات الوزارة الوصية على الشأن الديني منعتني من مواصلة خطبة الجمعة لأنني خرجت عن المدهر لكنني أنا أعمل في وزارة التربية الوطنية أنا موظف حكومي في وزارة التربية الوطنية ووزارة التربية الوطنية في المغرب لا تحاسبك على أفكارك خارج المدرسة ولا تتابعك عما تقوله خارج المدرسة ووزارة التربية الوطنية أو وزارة التعليم في المغرب تحاسبك على ما تقدمه للتلاميذ في القسم للطلبة أما خارج المدرسة ذاك شأنك اعتقد ما تشاء وأنا كنت أفكار هذه أو موقفي من المتعلم أكن أقوله في المسجد ولم أكن أقوله في الخطب الجمعة ولا في مواد ودروس وإنما هو كتاب صدر ليقرأه المتخصصون ويطالعه الباحثون ومع ذلك عندما تصرب خبره إلى الإعلام تم استفساري وعندما أجبت بالتمسك به وبأنني مستعد للتراجع والمراجعة والتوبة لو استطاع علماء وشيوخ ودكاترة الوزارة أن يبينوا بطلانه بعد ذلك تم توقيفي وهذه سياحة خاصة بالجهة الحكومية المسؤولة عن شأن الدين أما بالجهات الأخرى لا مشكلة تماما عندنا في المغرب والله الحمد فالذي يخشى أن يعلن تشيوعه سيخشى أن يعلن موقفه من زواج المتعلم والذين تابعوني ويعرفونني أنا كنت قبل ربما سنتين أجريت مناظرة مع أحد الإخوة الإمامية حول المهدي وكنت في الطرف الذي ينفي وجود المهدي وينفي وجود الإمام الثاني عشر تاريخيا وعلميا وهنا أود أن أشكركم على بحوتكم في المجال استفدنا منكم وبنينا على ما قدمتموه في الموضوع فالشيعي لا يمكن الشيعي الإمام الثاني عشري أو الجعفاري لا يمكن أن ينكر محمد الحسن العسكري ولا يمكن أن ينفيه أنا أنفي المهدي المنتظر سواء الذي يعتقده الشيعي الإخوة الشيعاء والمهدي المنتظر الذي يعتقد إخوة الشيعاء هذا عندي كله خرافة لا أصل لها ولا وجود لها في الدين وفي الحديث مهما تعددت الروايات فإذا هؤلاء الإخوة نقول لهم ناقش في أجهز ناقشون فكيا وعلميا أن أمن اتهامات وشخصنة النقاش هذا من أسهل الأمور نعم في الحقيقة هناك أسألة كثيرة ويعني نقاط كثيرة للحوار معك الآن تقريبا انتهى وقتنا ساعة كاملة ولكن إن شاء الله نأمل أن نلتقيك وأنت محسن الصوت ومحسن الأمور التقنية والإنترنت حتى نتواصل معك والأخوة ربما ربما يمكنك الاطلاع على بعض الأسئلة الموجودة على هامش هذه إن شاء الله وأهلا وسهلا بك وفعلا كتابك هذا ربما يوحد المسلمين في مسألة مختلفة بارك الله فيكم وشكر الله لكم وسنواسل إن شاء الله في لقاءات إن شاء الله ونشكرك شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أياكم الله بارك الله فيك شكرا جزيلا